يعني أنت عندما تقول لا توجد أدلة ولا بصمات قد حصلت عليها اللجنة يعني أولا ماذا يعني هذا وبالتالي هذا قد يقود أنه التحقيقات النهائية تقيض ضد مجهول بينما السيد العراجي عرض حتى حركة مسير الطائرات والمنطقة التي انطلقت منها ونوع الطائرات التي صنعت بمعنى اللجنة التحقيقية لديها الكثير من المعطيات التي كانت تبني عليها تحقيقاتها يعني أنا تحدثت أستاذ نجيم لو انتبهت إلى كلامي قلت بعض المبرزات الجرمية هنا أتحدث عن قذيفة التي كانت تحمل سيفور وتم تفجيرها في النهر وهي تحمل بصمات لمن أقام بإعداد مثل هذه القذيفة هذه أولا موضوع انطلاق الطائرات المسيرة من جنوب شرق العاصمة العراقية وعودتها في هذا الإطار كلنا يعلم تماما أن هذا الموضوع ربما يكون بحاجة إلى مزيد من شهود الإثبات ومن هي الجهات وحينما نقول جهة قد يكون هناك اتهام لجهة معينة وأنا أدرك تماما أن كثير من القوى السياسية تعرف من هي الجهات التي أطلقت في هذا الإطار وتم وضع الشماعة باتجاه الطرف الثالث أسأل هذا الطرف الثالث مشكلته بالعراق مشكلة دائما الطرف الثالث هو اليقتل المتظاهرين الطرف الثالث هو يجزب سيارات الطرف الثالث هو يطلق صواريق هذا الموضوع الآن الحكومة العراقية تريد أن تتعامل معه في بعد مهني خالصا ولا تريد أن تطلق اتهام قد يجر العراق إلى مزيد من الأزمات وموضوع إراقة الدماء نحن في مرحلة حساسة جدا وهي دعني أقول أشبه ما تكون من انطلاق من المنطقة أليف إلى المنطقة باء وبينها منطقة حرام هذه المنطقة الحرام التي يراد منها أن يتم اختيال الدولة العراقية أو محاولة اختيالها بطريقة التصعيد وخلق الأزمات ولذلك الحكومة العراقية سواء كان السيد الرئيس الوزراء وأقول القوى الوطنية تؤمن أننا الحق لا يسقق بتقادم الزمن ولكن في هذه المرحلة يجب أن نعبر إلى بر الأمان خاصة إذا ما علمنا أن موضوع المصادقة على نتائج الانتخابات والذهاب إلى الحكومة يعني حقيقة لا يعني التجاوز أو القفز على الحقوق مثل قضية الموصل الذي سقطت ولكن إلى الآن أقولها بكل وضوح لن تسقط حق لا دماء المواطنين الذين حقيقة سقطوا في أرض الموصل أكان شهداء الجيش أبناء الموصل أبناء المناطق المختطفة وحتى حقيقة اختطاف مدن يكاد يكون ثلث العراق ذهب هذا الموضوع قائم لكن بحاجة أن يكون هناك معالجة حقيقية تعيد الحقوق للجميع بعيدا عن المعالجة الانفعالية اشتركوا في القناة